دي العراق الدولة العربية اللي بيعيش فيها حاليا حوالي 44 مليون نسمة على مسحب تتجاوز 438 ألف كيلومتر مربع العراق لو قارنناها مع استراليا هللاقي ان العراق أصغر من استراليا بحوالي 15 مرة على الرغم من كده عدد سكانها أكبر مرتين من استراليا والكثافة السكانية فيها أعلى من استراليا بحوالي 30 مرة وحتى لو قارنناها مع السعودية هللاقي ان الكثافة السكانية في العراق أكبر 6 مرات من السعودية رغم أن العراق مسحيتها أصغر خمس مرات من السعودية لكن لو بصنا على الأماكن اللي بيعيش فيها السكان هنلاقي أن العراق عبارة عن جزئين الجزء الموجود شرق الخط واللي بيعيش عليه الغالبية العظمة من السكان والجزء الموجود غرب الخط واللي بيعيش فيه عدد قليل جدا من السكان واللي يعتبر تقريبا فاضي تماما مقارنة مع المناطق الموجودة شرق الخط الموضوع هيكون واضح تماما لو بصنا على خريطة العراق بالليل هنلاقي ان الجزء الموجود شرق الخط الإضاءة فيه واضحة ومنتظمة بشكل كبير اما الجزء الموجود غرب الخط عبارة عن مناطق في الغالب ظلمة تماما